السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة مختلفة تماما ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا جدا يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة نعملها ايه اول حاجة نعملها ننظف السمك اول لما نشتريه انا طبعا اول لما اشتريته واحتجاي قصة زعين لفتاعة السمك وبعد كده شلت القشرة بتبقى على السمكاية من برا تمام دي اول خطوة لازم تعمليها وبعد كده واحتجاي فتحة بطن السمكاية ونضفتها كويس جدا يبقى كده خلصت من اول خطوة ومرديش طبعا ايه اجيبها لكم عشان ما حدش اتدايق من منظر والشكل والكلام ده هنا بقى انا حبيت اواريكم الفرشة اللي انا اضفت بها السمك بعد ما اضفته كويس جدا كيه طلعت كل حاجة فيه جبت الفرشة وبدأت بها ادعك كده ما انت شايفة كده بالفرشة كده نضفت معايا السمكاية من جوه ولا هارتها ولا عملت اي حاجة وغسلت كمان راس السمكاية وغسلت السمكاية من برا ونضفتها كويس جدا تمام دي اول خطوة كده عملتها تاني خطوة معانا بقى جبت الطبق كبير حطيت فيه مياع دي خالص من الحنفية وبعد كده رحتجاي عصرة فيه لامونتين كبور لازم الخطوات دي يا جميع عشان السمك بتاعك مايبقاش فيه اي ريح الزفارة خالص تمام بعد كده بقى هجيب السمك بعد بتاع ما غسلت كويس جدا خلاص في الميا العادية هروح الجاي بقى حطوه كده في المياه بلمون وهسيب بقى لمدة نصف ساعة كده في المياه بلمون مش هحط خل ولا اوالح ولا اي حاجة تاني عشان مش يهر السمك ماشي لمون بس وهسيب بقى كده نصف ساعة تعالي بقى نجهز التدبيله مع بعض هنا طبعا معينا بقى ايه التوم جبت التوم يعني كم فص طوم كده على حسن ما انت عايزة وبعد كده حط عليهم البهارات البهارات بتاعتنا من كل حاجة معلقة صغيرة معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة شطة معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كسبرة ونص معلقة صغيرة فلفل اسمك حلو كده هروح جاي بقى حطوه معلقة طوم وكمان معينا لمونة واحدة بس هروح جاي برضه عصراها كده على البهارات والتوم والقشر بتاع اللمون هسيبه عشان هعمل بي حاجة تانية هاجيبات الوقت يقلب كده البهارات زمانتو شايفين مع التوم واللمون هنا بقى السمك بعد ما سبته نصف ساعة روحت جاي غسلة كويس جدي تالي بالحنافية وحطيته في المصفى عشان يصفى لازم يصفى من الميا اللي فيه بعد ما سبته يصفى شوية كده يعني كم دقيقة كده روحت جاي حطاه على الصينية بالشكل ده زمانتو شايفة وعملت خطوه مهمة جدا روحت جاي رش عليه بالملح كده من بره كده زمانتو شايفة الجلد بتاعه من بره بس من النحيتين ما تحطيش ملح جوه لإيه جوه السمكية لأ بره بس طب ليه عملت الخطوه ديت عشان خاطر السمكية من بره تقوم التابلة ومن جوه اني انا حطى طعم بهارات في حطى ملح في البهارات بس مش كتير فعشان خاطر أتابل السمكية من جوه تبقى حلوة كده ونقفنا كلها وما تبقاش بملحة معيكي فانت بس هتزود الملح بره في الايه في الجلده كده بتاعت السمكية فيه ناس طبعا بتفتح السمكية من بره على حسن ما انت عايزة عايزة تفتحها تمام بصراحة احنا مش بنحب نفتح السمكية من بره بس ساعات بعملها يعني ساعات بفتح السمكية من بره عشان خاطر أتابلها بس الأغلبية عايزة بعمل السمك كده بروح جاي رش عليه ملح من بره بيتتابل معي وبيبقى طعمه تحفه وبروح جايه كمان حطى التدبيلة جوه السمكية وكمان بحط برضه من التدبيلة بره السمكية او بالشكل ده كده ودعكها كويس جدا كده بتدي طعم تحفه للسمك وكمان احن لسه هنسيب السمك دوت يعني في التلاجة لغات لما نيجي نحمره على حسب بقى تحمره امتى بقى هتحمره بقى في ايه في نص ساعة حسب ما انت عايزة بقى يعني هتسيبه في التلاجة نص ساعة هتسيبه ساعتين براحتك بس الأهم حاجة في التلاجة لو هتسيبه اكتر من ساعتين بحطيه في الفريزل ماشي وابما تشتغلي بيه طلعين من الفريزل هون التدبيل كده عادي وابدأي بقى اشتغلي بقى عادي ايه لما يفك بقى من التلج اللي فيه بعد كده بقى نعم مع بعض الرز ونسيب بقى السمك التبل شوية هنا جيت تحلة وحطيت فيها شوية الزيت اول لما الزيت يسخل معايا هاروح الجاي بقى على طول نزل عليه بالبصلية وقطعها صغير وكمان هاروش عليها شوية ملح عشان الملح ده بيخلي البصلات تتبال معاك وتاغد لون بسرعة اهو وهاروح الجاي مقلبها كده على نارة عالية او ما تبدأ تاغد معايا لون كده بسيط انا مش عايزها لون جامد او يعني هاروح الجاي بعد كده نزل عليها على طوب بالفلفل لارومي انا مقطعها صغير عايزة تحطي فلفل حراه ايه الرز حرق معاك عايزها بارد كده وعندك اطفال او كده تمام بعد كده كمان حطيت جزرية بشران مبشرة وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض وكده تشويح على نارة عالية تمام هنا بقى معنا البهارات من كل حاجة نص معلقة صغيرة كركم وكمون وفلفل اسود وكزبرة وروح الجاي برضو مقلبهم كده مع البصل والطوم مع البصل والفلفل والجزر وبعد كده هنزل عليهم على طوب الماء المغلية وحط المرح كمان ماشي واول المية ما تدى تغلي معايا هروح الجاي طبعا نزل عليها بالرز وهسيبه يغلي وبعد كده روح الجاي بقى ابدأ هد النار واسيب الرز يستيب برحته تمام تعلي بقى نشوف السمك بتاعنا بقى السمك النهاردة بقى نعمله بخطوات هنخليه ما يشبش منك زيت خالص لحبة الزيت اللي انت هتحطيه وما تقلي فيهم السمك هيفضله معاك نفس الكمية ولا هتقلي منك ولا اي حاجة خالص هنعمل ايه تلواتي هتطران السمكاية في اللدئي بطنتها وبعد كده حطيتها في مية ساقعة ساقعة مش مية محنافية وبعد كي بطنتها تاني ورجعت حطيتها في الزيت سخنة شوية الزيت دول هيفضله معاك زي ما هم ولا اللون بتاعهم هيتغير ولا يحصل لهم اي حاجة وهتستخدمي مرة تانية كما وتحمل السمك تاني اهو تنزل السمكاية في المية وتروحي جاية تانية رجعتين بطناها وتروحي جاية حطي السمكاية جانب التاني وستعني ايه تحطيها عكسها بقى عشان ما تيجي تقلي بيها هتقلي بقى بكل سهولة وعنا نر عالية وتفرجي بقى السمكاية بقى اول لما تحمر كده هتلاقي بسم الله ما شاء الله نشفة كده معاكي هنا طبعا حطيت اللمون عشان خطر يدي ريحة حلوة كده في الأسناء القلي بقى شرحة السمك كده هو اللي طالع بص بقى السمك بقى لما قلته تحفى شكله جميل ومش شارب زيت ولا أي حاجة خالص اهو والزيت بتاعنا زي ما هو كمية بتاعته زي ما هي هصفيه كويس جدا وحطه في برطمان واستخده مرة تانية يعني مش هرميه ولا أي حاجة شايفة هعمل بقى كمية بتاعتي كلها بقى كده وبعد كده بقى نرجع مع بعض ونشوفها نعمل ايه وكمان نروح نشوف الرز بتاعنا استوى ولا لسه هنا الرز استوى هو زي ما انتوا شايفين وبشكل خضار كده تحفى اهو يارب يكون عجبكم كده بشكله جميل ده ودي خلص كده خلصت السمك بتاعي يارب الفيديو انتعنا نهاردة يكون عجبكم متنسونوش باللايك متنسوش تكتبولي كومنت حل وبلاش الكومنتات الوحشة ويجازكم الله كل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة